السلام عليكم متابعي قناة اتشيلي فيلم الكرام نحتاج أحياناً لشخص نخبره عن حالنا الحقيقي وليس الحال الذي دائماً بخير وبيبدأ الجزء الرابع من مسلسلنا النهاردة بعد ما بتفوق جوريا وبتلاقي نفسها محتجزة وبتتصدم لما بتلاقي قدامها تالي اللي بيشرح لها إنه مش هيئذيها لكنه كان عايز ينتقم من تايم ولو الأمور مشت حسب خطته مش هيحصل لها حاجة وبيوصلوا كيفين وإيمي جيلرين وبيعرفوا إن جوريا في خطر فبيقولوا تايم إنه عارف ورايح لمكان العصابة وبيحاولوا يخلوا يهدى وما يروحش لوحده لكنه ما بيهتمش وبيحكي تالي الجوريا إنه صديق طفولة البوبها اللي الإف فرد ربوا وعزبوا من فترة وإن بوبها دا كان بيدفع عنه وهم أطفال وبيحمي من المتنمرين وحتى والد بوبها إحتضن ورباه لإن التالي مالوش أهل وكان تالي بيحب بوبها زي أخوه أكتر لحد ما حصلت له حدثة التنمر وبقى ما بيخرجش من المستشفيات بعد ما حالته النفسية سائد جدا وعلشان كده قرر إنه ينتقم له وجمع مجموع الطلاب بيكرهوا الـ F4 علشان ينفزوا انتقامهم واخترك بيانات المدرسة لإنه مبرمج شاطر وقدر يبدل اسمه بياناته ببيانات بوبها ويتخفى وسط الطلاب وبيقول لها الأفضل إنها كانت تنضم ليهم في الانتقام هي كمان بعد ما كانوا بيأزوها في البداية وبيقول لها إن لسه الفرصة متاحة وممكن تنضم لهم وتنتقم من تايم اللي خانها وسابها لكن بتعرف جوريا منه إنه يوم ما تايم قابلها كان تالي بيمثل إن تايم بيضربه وهو ما ضربوش وبتقوله إن دي غلطتها إنها ما وسقتش في تايم وقتها وبتحاول جوريا تهدي تالي وتقنعه يحل المشكلة بطريقة تانية ويوقف اللي بيعمله لكنه بيرفض وفي اللحظة دي بيدخل عليهم تايم فبيقول له تالي إنه لو اعترف على نفسه وقال إن هو اللي بيأذو الطلاب ومؤسس لعبة البطاقة الحمرة أيسيب جوريا وبالفعل بيعترف تايم لكن بيمسكوه باقي الطلاب وبيفضلوا يضربوه وبتحاول جوريا تبتز تالي عاطفياً وتخليه يهدى وبتفضل تقوله إن دي مش حقيقته وإنه طيب زي صديقه بوبها وإنها معاه قدرت تلاقي السعادة الحقيقية بأبسط الحاجات وبيكون خلاص تالي هيلين ويهدى بس بيجي طالب وبيضرب جوريا وبيسكتها وبسبب كده تالي بيضرب الطالب ده بحجة إنه ما أمروش يضرب جوريا وبيقول لها إنها فهم غلط وإنه شخص سيء جداً وعلشان يثبت لها ده بيفضل يضرب في تايم بوحشية فبيقوله تايم وهو حالته صعبة إنه بيتظاهر إنه شخص سيء لكن من الواضح من تعبيره إنه مش حابب اللي بيحصل ده فبيتعصب تالي أكتر وبيضربه أقوى من الأول وبيروح يجيب كرسي علشان ينهي حياة تايم لكن بتفك جوريا نفسها وبتنضرب مكان تايم في آخر لحظة وبيفتكر تالي صديقه بوبها وهو بيدفع عنه فبتجيله صدمة وبيقع على الأرض وبيفضل يعيط بشكل هستيري وبتفوق جوريا في المستشفى وبتلاقي كانج جنبها فبتسألها جوريا عن حالة تايم فبتقول لها كانج إن حالته خطيرة جداً فبتروح بسرعة الغرفة تايم وبتلاقي أصدقاءه كلهم موقفين بيعياطه بعد وفاة صديقهم تايم فبتنهر جوريا وبتفضل تقوله ما يمشيش ويسيبها وهي لسه معطرفتلوش بحبها لحد ما بتلاقيهم كلهم بيضحكوا وبتعرف إن كل دا مقلب من تايم وأصدقاءه وبيقول لها تايم إنه بيحبها فبتفضل جوريا تضربه وتضرب أصدقاءه على اللي عملوا فيها وبتبقى لي تسامع كل دا من برى الغرفة فبتسيبوا كل ورد اللي كانج جايبال تايم في الزبالة وبتمشي ولما بيخرجوا من المستشفى بيعرض كيفين على كانج يوصلها لحد البيت وطول الطريق بيدردشوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض أكتر وبعدها بيروح رين للمستشفى يزور بوبها وبيعتذر له على كل حاجة لكنه بيقابل تالي هناك فبيشرح له إنهم قرروا يعتذروا لكل ضحايا لعبتهم ويخلوهم يسامعوهم ولما بيقول له تالي إن محدش هيسمحهم بيحكي له رين إن كل الضحايا سامحتهم إلا بوبها فقط فبيوري له تالي فيديو صورة لتايم وهو بيعترف إنه بيأذي الطلاب وإنه أسس البطاقة الحمراء وبيقول له إنه هينشر الفيديو ويفضح تايم وقسرته وبالليل بيجي مدموعة أشخاص يخطافوا جوريا ولما بتشوف جوريا هي فين بتلاقي نفسها في بيت تايم وبيحكي لها على اللي حصل مع تالي الصبح بخصوص فضيحة تايم وقسرته وبيقول لها إنه أخد من تالي التليفون وهو اللي فضح نفسه بنفسه علشان يتعاقب فبتتعصب جوريا عليه وبتفضل تدور على الفيديو لكن ما بيتلاقيهوش وبتجيلها رسالة من تالي بيعتذر لها فيها على كل اللي حصل وبيقول لها تقول لتايم إنه لما عمل مشاركة للفيديو كان مرقي ليه هو فقط وما تنشرش بشكل عام وإنه كمان مسح الفيديو نهائي من التليفون وقرر يكون شخص كويس زي بوبها صديقه ويوقف اللي بيعمله ده وبيفرحوا جوريا وتايم بالخبر ده جدا وبياخدها يتفرجوا على النجوم في السماء وبيديها سلسلة عليها اسمه واسمها والسلسلة بتكون على شكل علامة إلى مال نهاية ومعناها إنه عايز يفضل جنبها للأبد وبيعترف لها بمشاعره وبيقول لها إنه عمره ما هيتخلى عنها لكن بترفض جوريا تاخدها وبتقوله إنه لسه خاطب ليتا فبيوعدها إنه هيحل المشكلة دي وهيتعامل مع ليتا وبعدها بيفضل يهزر معها وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيكسروا مزهرية بالغلط وبتدخل ليتا وهما بيهزروا وبتسأل جوريا بتعمل إيه في غرفة تايم الخاصة فبتقطعهم رئيسة الخادم وبتقول إن جوريا هي خادم التايم الخاصة ولما بتطلع جوريا بتقول لها رئيسة الخادم إنها مش بتنقذها ولا حاجة لكنها هتبقى خدامة فعلا لإنها كسرت مزهرية تمانها سبعين ألف ولازم تشتغل خادمة علشان تسددهم وبتتعرف جوريا على زميلاتها في الشغل تيتي وجيو وبتبدأ تشتغل وبتعمل مهام الخادمة في البيت وبتهتم بتنظيف غرفة تايم الخاصة وبيقول لها تايم إنه بيحاول ينهي علاقته بليتا لكنها ما بتردش عليه وزعلنا منه فبتقوله يسيبها تاهدى وبعدها هيكلمها وبتقطعهم رئيسة الخادم وبتقول لجوريا تكمل مهامها وتبدأ تأكل تايم وبتأكله بقه بنفسها وبتقوله إنها بتتمنى محدش يشوفها وهي بتعمل كده لكن بتتفاجئ بيرين وراها وبيصورها كمان وبيقعد رين وإيميجي يتريقوا عليها وبتحكي لهم جوريا إنها متضايقة من كل اللي بيحصل لها وإنها مش عارفة تروح تشتغل مع صاحبتها كانج فبيقول لها إيميجي إن كيفين هناك دلوقتي وبيساعد كانج بنفسه وبيقرر كيفين يساعدهم في المحل وبالفعل بيبقى في بنات كتير جاية تشتري أما تايم فبيقول لأصدقاؤه إنه مش عارف يوصل لليتا نهائي وعلشان كده هيروح لها البيت يتكلم معها لكن أصدقاؤه بيقولوله يفضل هنا وهم هيتكلموا معها وبرضو يسيب مسافة بينه وبين جوريا لكن تايم ما بيهتمش بكلام أصدقاؤه وبيفضل واقف جنب جوريا وهي بتشتغل وبيفضلوا يتجادلوا مع بعض لحد ما بتجرح جوريا إديها بالغلط فبيجيلها تايم يساعدها وبيفضلوا واقفين بصين لبعض لكن جوريا بتتخيل ليتا قدامها وبتخاف وبتمشي وأثناء ما هي واقفة لوحدها في المطبخ بتجيلها رئيسة الخدم وبتعالج جرحها وبتقول لها إنها طلعت بنت جميلة وطيبة ودلوقتي عرفت سبب حب تايم لها وبتقول لها إن المزهرية مش غالية ولا حاجة لكنها كانت عايزة تساعدها وبيقدر كيفين يبيع أغلب الورد اللي في المحل وبيلاقي عنده رسالة من أصدقاؤه كاتبين إنهم راحوا يقابلوا ليتا لكنها رفضت تقابلهم وبتبقى كانتج عايزة تروح تتطمن على جوريا لكن بيشوف كيفين معاها إكليل ورد شكله حلو لكن بايز شوية فبيقول لها إنه خبير في تصميم الأكليل وبيعرض عليها يعلمها بنفسه فبتوافق كانتج وبتخليه يعلمها لكن كانتج بتبقى مشتاتة لإنها قلقانة على صدقتها جوريا فبيقول لها كيفين ما تشغلش بالها بحاجة وإنه كل المشاكل دي هتتحلق ريب وأثناء ما هم بيتكلموا بتجرح كانتج نفسها بالغلط ولما بيقرب منها يشوفها بيتخيلها بنت مجهولة وبيتشتت وبيقوم يجيب لها شنطة الإسعافات الأولية بس بتقوله كانتج إن مفيش داعي لكده وفي الوقت ده بتبقى جوريا بتسأل تايم عمل إيه مع ليتا فبيقول لها إنه بيحاول ليوصلها لكنه مش عارف وبيتفاجق بليتا قدامهم فبيروح يكلمها ويوضح لها كل حاجة لكن بتقوله ليتا إنها عارفة كل حاجة ومش هتسيب ولا هتسمح له يتخلى عنها وإنها آخرت موافقة من مامته علشان تعيش معاه هنا في البيت وإن مفيش حاجة في إيده يعملها علشان يمنع أي حاجة وبتؤمر جوريا تطلع الشنطة لغرفتها وقبل ما بيتعصب تايم بتروح جوريا تاخد الشنطة علشان ما تعملش مشاكل وبتطلع رئيسة الخادم وراء جوريا وبتديها أي منطلبات تروح تشتريها وبيدخل تايم لغرفته وهو متعصب وبتجيله ليتا وراه بتحاول تأثر عليه وبتقوله إنها بتحبه ومش هتسمح له إنه يضع منها وبيقول لها إنه مش بيحبها فبتفضل تعيط ليتا وفي المحل جوريا بتقابل رين بالصدفة وبتحكيله على كل اللي حصل بس بتقوله إنها وثقة في تايم ووثقة إنه هيقدر يحل المشكلة دي أما ليتا فبتتكلم مع تايم وبتقوله إنه عندها حل لكل المشاكل دي ولما بيسألها على الحل بتقوله إنها هتكلم أسرتها وتخليهم يسرعوا في معاد زفافهم وتاني يوم بيقعد تايم مع ليتا وأسرتها وقبل ما يكلمهم في أي حاجة بتقطعوا ليتا وبتطلب من أهلها يفسخوا الخطوبة مع تايم لأنه دايماً بيدايقها وبيضربها ومش من نوعها المفضل خالص وأثناء ما هي بتتكلم بتفتكر ذكرياتها السعيدة مع تايم وبتفضل تعيط بشكل هستيري وبتقول لباباها يفسخوا الخطوبة معه في أسرع وقت فبيعتذر له باباها وبيقوله إن كل حاجة بينه وبين بنته انتهت وبيروح كيفين لكانجي وبيقولها إن ليتا و تايم انفصلوا وكل مشاكلهم اتحلت وبتطلع كانجي إكليل ورد وبتقرر تدي الكيفين لكن بتدخل لها زبونة وبتقول لها إذا كانوا بيبيعوا الإكليل ده عندها في المحل فبتقول لها كانجي إنه شغل خاص فبتقول لها الزبونة إنها كانت بتعمل أكليل زي دي بالزبط زمان لكنها متوقفة دلوقتي وفجأة بيخرج كيفين من جوه ولما بيشوف الزبونة بيتصدموا هما الاتنين وبيبقى واضح إنهم يعرفوا بعض أما جوريا فبتستلم فيديو من ليتا بتعتذر لها فيه على اللي عملته معاها وبتشكرها إنها كانت صديقتها الوحيدة اللي قلبها ارتح لها وبتقول لها إنها هتسافر النهاردة لأمريكا وهتكمل حياتها هناك فبتروح جوريا للمطار بسرعة وبتقابلها وبيعتذروا هما الاتنين لبعض وبيتصلحوا بعدها ليتا بتودع جوريا وباقي الـ F4 وبتمشي وفجأة أعضاء الـ F4 بيشيلوا جوريا ويودوها لتايم في العربية وبيسألها تايم لو عايزة تكمل معاه فبتوافق جوريا وبتخليه لبسها السلسلة وبيفرحوا كلهم ما عدا كيفين واللي بيبقى بالو مشغول في حاجة تانية وفي نفس الوقت برضو بتبقى كانجي متضايقة ومعاها الإكليل ومدتهوش لكيفين وبتفتكر كانجي لما كان كيفين بيوصلها لكن فجأة وقف العربية وسألها لو كانت فعلا جادة في علاقتها معاه وبيتقربوا من بعض وتاني يوم بيبقى تايم بيتقرب من جوريا لكن بيكون ده مجرد حلمه بيتفاجئ إن جوريا كانت جانبه وبتفضل تضربه وبعدها بيحكي تايم لأصدقائه إنه عايز يتقرب من جوريا لكنه مش عارف فبينصحه إيميجي إنه يديها شيء مميز في الأول وبيقترح رين عليها يعمل لها حفلة مفاجئة وإن ده مميز بدرجة كافية إنه يخليها سعيدة لكن تايم بيخلي جوريا هي اللي تحضر لحفلتها المفاجئة وإيميجي ورين بيتضايقه من تفكير تايم المحدود وبيطلبه من كيفين يساعده في الأمور دي لكن بيتهرب كيفين وبيبنق إنه متدايق ولما رين بيسأل إيميجي كيفين متدايق ليه بيقوله إيميجي إنه قابل منا حبيبته القديمة بالصدفة وإنه الحد الآن مش عارف يتخطاها وبتروح جوريا لمحلها وبيقول لها المدير إن كانجي متغير الفترة دي وبين عليها الحزن أغلب الوقت فبتروح جوريا تتكلم معاها وبتسألها عن مشكلتها وبتحكي لها كانج إنها كانت مع كيفين وكان بيتقرب منها لكن في آخر لحظة بيبعد عنها وبيقول لها إن دي الطريقة اللي بيخدع بيها البنات ويفهمهم إنه بيحبهم لكن مش عايز يخدعها لإنها ما تستاهلش منه كده ولا تستاهل شخص زيه ولما بتسأله كانجي إذا كان حب بنت حب حقيقي قبل كده بيقول لها كيفين إنه فعلا وقع في الحب قبل كده وبيحكي لها قصته لكن بترفض كانجي إنها تحكي الجوريا قصة كيفين وبتقول لها إن الباقي مش مهم وبتودعها وبتمشي وبيبقى تايم بيتكلم مع أصدقائه وبياخد رأيهم في حاجات تخص الحفلة لكنهم بينصحوا يوقف الحفلة لإنها تعتبر مش مفاجأة فبيقول لهم إنه فهمها إن الحفلة للـ F4 وهي ما تعرفش إنها ليها لكن بيتفاجئ إن جوريا قاعدة جنبه ولما بيقرب منها بيكتشف إنها سرحانة ومش مركزة معاه وبتحكي له مشكلة كانجي مع كيفين فبيقول لها إن كيفين كان واقع في حب منا صديق الطفولته وإنها كانت دايماً بتساعده في الخروج من المشاكل وهو صغير وحتى لما كبر كانت بتخليه يخدع البنات وينفصل عنها وإنه كان بيحبها بس مش قادر يعترف لها علشان ما يخسرش صدقتهم وإنه في مرة اتخانق معاها لإنها كانت بتكلمه عن الشاب اللي هي هترتبط بيه وهو كان غيرانه ما قدرش يسمعها أكتر من كده فتعصب عليها وسبها ومشي ولما راحت منا وراه حاولت تفهم إيه اللي مدايقه رفض كيفين يحكي لها وقال لها تبعد عنه للأبد لكن قبل ما تمشي بيعترف لها بحبه وبعدها بتبعت له منا رسائل عشان يتقابله فوق سطح مبنى لكن كيفين مهتمش وما رحش يقابلها ومن وقتها وهو مش عارف يتخطاها وإن دي كانت آخر مرة يقابل منا فيها وبيقول تايم لجوريا إن محدش يعرف إيه اللي كانت هتقوله له منا وقتها وما يعرفوش مكانها وفي نفس الوقت ده بتبقى كانت جي عارفة كل القصة دي بعد ما حكي لها كيفين في العربية وبتقرر تساعد كيفين وتعرف إيه المبنى اللي كانوا هيتقابله فيه علشان تعرف منا كانت هتقول لكيفين إيه وتقوله لإنه بيتمنى يعرف كانت هتقوله إيه وقتها فبتقرر كانت جي تساعده وتعرف منا كانت تقصد أنه مبنى على أمل إنها توصل للي منا كانت عايزة تقوله وتاني يوم مدير المحل بيتصل بجوريا وبيبلغها إن كانت جي مجدش الشغل النهاردة فبتبعت جوريا رسائل لكانت وبتلاقيها ما بتردش عليها لكن فجأة بيجي إيميجي وبياخد جوريا وبيوريها الحفلة المفاجئة اللي عملها لها تايم وبيخليها تايم تروح تفتح صندوق كبير فيه هدية لها لكن لما بتفتحه جوريا بتبعت لها كانت جي رسالة وما بتشوفش جوريا الهدية فبياخدها تايم يوريها الهدية التانية بس برضو جوريا ما بتشوفهاش لإن كانت جي بتتصل بيها وبتقول لها إنها في مشكلة فبتروح جوريا لهناك بسرعة وبتوقع تايم بالغلط في المياه وهي بتحاول تمشي ولما بتروح جوريا للعنوان بتعرف إن كانت جي كانت محجوزة في فندق لإنهم مسكوها وهي بتحاول تطلع فوق السطح وقبل ما يقدموا بلغ للشرطة فيها بيتدخل تايم وبيقول إن ده فندقه وما بيخليش الموظفين يبلغوا الشرطة وبيسمح لكانت جي تطلع فوق السطح عادي وبيتكلم تايم مع جوريا وبيقول لها توقف تدخل في شؤون غيرها وإنها لو عايزة تساعد صديقتها كانج تساعدها بس ما تتعداش حدود كانج الشخصية وبيقول لها إنه هيروح يكلم كيفين ويهون عليه وفي الوقت ده بتبقى مونا عند كيفين في البيت وبتحكيله إنها شافت البنت اللي كانت في محل الظهور موجودة فوق المبنى اللي بتشتغل فيه فبيقول لها كيفين إنه هيتعامل مع البنت ويحللها مشكلتها وبيشوف في إيديها خاتم وبيتأكد إنها ارتبطت رسمي بحد ولما بتمشي مونا بيتعصب كيفين وبيفضل يكسر في البيت وبيتصل بكانج وبيقول لها توقف اللي بتعمله أيا كان لكن ما بتهتمش كانج بيه وبتقرر تكمل عادي وبتحاول تفهم رسالة مونا وتعرف إيه المميز فيها فبتلاقي معاد المقابلة كان وقت شروق الشمس وتاني يوم بتفضل تلف على المباني وقت شروق الشمس لحد ما بتلاقي مبنى الشمس بتتعامد عليه بطريقة معينة فبتبعت لكيفين رسالة وبتقوله إنها لقت المبنى وبتطلب منه يجي لها بكرة وقت شروق الشمس وبتفضل تبعت درسال كتير علشان ييجي لكنه ما بيهتمش وبالليل كيفين بيقابل تايم في المالها وبيقوله على الإزعاج اللي كانج يمسبب هولو فبينصحه تايم يروح للمبنى معاها ويعرف إيه اللي مونا كانت عايزة تقولهولو ومايكررش غلطته مرتين وبيفتكر كيفين كل ذكرياته السعيدة مع كانج وبيقرر يسق فيها ويديها فرصة وبيروح هو وتايم وجوريا للمبنى عند كانج وبتقوله كانج إن في اليوم ده مونا كانت عايزة تعترف له بمشاعرها بطريقة مميزة شوية عن طريق تعامد الشمس على لافتة فوق السطح بتدي ظل الكلمة دا حبك وأول ما بتقول كانج كده بيصرحها كيفين بمشاعره وبعدها بيرجعوا كلهم للبيت وبيحتفلوا مع بعض بارتباط كيفين وكانج وبتقول جوريا لكانج إنها سددت دينها من الشغل النهاردة ومن بكرة هترجع لمحل الظهور مرة تانية وفي العربية كيفين بيشكر كانج على كل اللي عملته معاه وبيقول لها إنه طلع علشان يقابلها مش علشان يعرف مونا قالت له إيه أما جوريا بتعمل لتايم مفاجأة وبتتقرب منه ولما بتمشي وبترجع للبيت بتلاقي رين هناك وبيمنعها تدخل للبيت لكن لما بتصمم جوريا تدخل بتتفاجئ إن مامي تايم بتهد بيت جوريا بعد ما حجزت عليه يا طرى هتكون إيه ردت فعل جوريا بعد ما شافت البيت اللي تربت فيه وقضت أسعد أيام حياتها بيتهد قدامها وبكده بينتهي الجزء الرابع من مسلسلنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD Film